السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنواصل بمادة الميكانيكة الهندسية وذلك من خلال الشبط الرقم الثماني اللي هو عنوانه kinematics of particles طيب هنبدأ بشرح problem 1 علشان نفهم particle يعني kinematics متعة particles يعني بيقولك motion متعة particle defined by the relation اللي هي x هذه position متعة particle هذا يعني time t لكن expressed بالمتر والسيقاند يعني determine position يعني هنجيب position والvelocity والتسارع منتعة الجزئة هذي لما يكون time يساوي ثانية واحدة اول معتل يوم قوة 4 ناقص 10 t square plus 8 t مع 12 حسب المعادلة هذي علشان نجيب velocity v velocity v تساوي dx x على dt يعني المشتق متعة المعادلة الاولى حتكون 4 t قوة ثلاثة ناقص 20 t plus 8 هذه هي velocity بالنسبة للتسارع يعني هيكون dv على dt يعني هيكون المشتق متعة المعادلة هذه حتكون 12 t تربيع ناقص 20 هذه هي يعني التسارع يعني هذه هي معادلة متعة التسارع لما يكون time الحين t t تساوي ثانية الحالة هذه طبعا x نعوذها بواحد تصبح 1 إلى 10 مع ثمانية مع ثناش ساوي 11 يعني x تساوي 11 متر 10 بالنسبة بالنسبة للفلوسيتي هنعوذها في المعادلة هذه متعة الفلوسيتي هتصبح 4 ناقص 20 مع ثمانية يعني الفلوسيتي هتصبح ناقص ثمانية يعني v هتكون ناقص ثمانية متر بار سكنت بالنسبة للتسارع هنعوذها في المعادلة هذه هتصبح 12 إلى 20 يساوي ناقص ثمانية طبعا هذي متر بار سكنت وهذي طبعا متر وهذي متر بار سكنت سكوار يعني التسارع هتكون ناقص ثمانية متر بار سكنت سكوار هذا هو التسارع طريقة هذي يكونوا جاوبنا على البروبلم 1 نفس البروب نفس السؤال المطلوب لكن هنا تغيرنا المعادلة هذه أصبحت معادلة هذه جديدة يعني أصبح المعطى X هو يعني الحسب المعادلة هذه يعني إذا كان حنجيب السؤال لكن هنا السؤال بيقولك determine the type the position and the acceleration of the particle when velocity يساوي 0 يعني هنا تغيرت السؤال السؤال هنا عاوزين نجيب الزمن والمكان والتسارع لما يكون velocity تساوي 0 أول شيء خلينا نجيب velocity طبعا اللي بيبانها X تساوي 2 T تقعيب ناقص 9 T تربية مع 12 T مع 10 يعني velocity V تساوي dx على dt هتكون 6 T تربية ناقص 9 T أقص 12 يعني هذي هي المعادلة متعة velocity اللي هي نفسها هذي تساوي 6 T تربية ناقص 3 T مع 2 اللي هي يعني أخذنا 6 اللي هي المعامل المشترك اللي هي نفسها velocity هذي تساوي 6 في T ناقص 2 في T ناقص 1 يعني هذي هي المعادلة متعة velocity هنحتاجها بعدين بالنسبة للتسارع اللي هو A هيكون dV على dt اللي هو المشتق طبعا متعة المعادلة هذي هتكون يعني 12 T ناقص 9 10 T ناقص 2 في T عفوا هنا 18 هنا 18 عشان كده هي 6 في 18 يعني هنا ناقص 18 ناقص 18 هذي هي يعني التسارع طيب إذا كان velocity تساوي 0 هنشوف متى هذي هي velocity لما نكتبها تساوي 0 إذا كان velocity تساوي 0 يعني اللي هي velocity هذي ها هي نفسها هذي يعني T يأما تساوي 2 أو T تساوي 1 يعني هذا الزمن اللي يكون فيه time اللي يكون فيه velocity تساوي 0 0 لما تكون velocity تساوي 1 في الحالة هذي يعني هنعوذ position x1 هنعوذها بال 1 على طول هتيجي يعني نعوذها في المعادلة هذي هتكون 2 ناقص 9 مع 12 مع 10 تساوي 15 يعني position x1 تساوي 15 متر بالنسبة للتسارع A1 هنعوذ في المعادلة هذي بال time T يساوي 1 هتكون يعني 12 إلا 18 بتكون ناقص 6 يعني A1 تساوي ناقص 6 متر second square يعني هذي هي A1 وهذه X1 لما time T يساوي D2 يعني تساوي 2 اللي هي هذي time 2 يساوي 2 في الحالة هذي X2 هنعوذها بال 2 هتصبح يعني X2 تساوي 14 يعني بعد ما نعوذها تساوي 14 متر والتسارع A2 هنعوذ هنا في المعادلة هذي بال 2 12 في الاثنين بتكوني 24 24 إلى 18 يساوي 6 متر per second square يعني هذي A2 وهذه X2 يعني على حسم T1 والT2 جبنا position X1 والتسارع A1 والحسم الطايم T2 اللي هو اثنين شوفنا position X2 والتسارع اللي هو A2 بالطريقة هذي نكون و جوبنا يعني على المسألة الثانية هذي طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في محاضرة قادمة نواصل بقيت الشابط رح السلام عليكم ورحمة الله